بعد كده هنتكلم على او الحاجات اللي بتخلي الفرق ده يتفرق عن الفرق التاني سوية ده جديد او ده dangerous او ده fatal هنا بنتكلم لها كذا فاكتورز تقريبا 6 فاكتورز او الفاكتورز هنتكلم عليه اللي هو المنطقة اللي محروقة من البودي نفسه اللي بخلينا نتحدد بحاجة دي او نحددها ازاي بقانون اسم rule of nines او قانون التسعية عموما احنا عارفين ان superficial burn لو اثر على اكتر من تلت البودي سيرفز ممكن يبقى fatal فيه ناس بيحصل فيها survival لمدة اكتر من 60% من البودي سيرفز بس هنشرح rule of nines او ازاي بنعرف ان كمية النسبة قدقيلة اتحرقت من الجسم عن طريق القانون ده القانون ده عبارة انه احنا بنقسم البودي بتاع الادلت لكل حرق فيه هيمثل قدقيلة من البودي سيرفز فمثلا ان الهيد والنك الحرق فيها بمثل 9% بنفس الطريقة انه في الهيدش ارم بتمثل 9% الهيدش ارم 9% والريد ارم 9% الفرانت بتاع الترانك بمثل 18% الباك بتاع الترانك بمثل 18% اتش لوار لام بمثل 18% 9% في الفرانت 9% في الباك برضو لوار لام بالتاني بمثل 18% 9% في الفرانت 9% في الباك 1% في البرنيان بس طبعا التأسيمة دي ما بتنتبقش على الأطفال بمعنى أن احنا الطفل مثلا في عمري سنة بيبقى البرن في الهدوينيك بيمثل 18% أما لو هو عنده 5 سنين البرن في الهدوينيك هيمثل 13% ده القانون بتاقي الاكستينت الفاكتور بتاقي الاكستينت تاني فاكتور هنتكلم عليه اللي هو الديجري بتاقي البرن أو زي ما قلنا الديجريز بتاقي الكلاسيفيكيشن احنا قلنا أن السير ديجري هو المصد شوك والمصد دينجرس والمصد بنفول علشان بيحصل هو ممكن يؤدي إلى نيورجينيك شوك ثالث حاجة اللي هو الصيد بتاع البرن لو حصل حرق في الهد أو في الناك أو في الأبدومن الول وفي الجنتاليا بيبقى هايلي دينجور رابع حاجة لو جينا على الايج الاكسترمتز بتاع الايج سواء في الانفونسي أو السيناليتي بيبقى هنا بيبقى فيه سيري البرني بيبقى سيريس شوية عن أنه يحصل في الأدلت مش بس عشان الشوك كمان علشان أنه هو بيقى فيه سبسيكونتي كومبليكيشن بتحصل فيهم أكتر خمس فاكتور اللي هو السيكس الفيميرز بتبقى هايلي دينجرس علشان أن هي بتبقى متعرضة أكتر أنه يحصل لها نيورجينيك شوك ثالث حاجة اللي هي الجنرال هيلس أو الكيز نفسها صحيته عاملة زي لو هو مثلا عنده كاردياك أو ريفر أو كيدنيد سيز هنا البروجنوزز بيبقى بيت بعد كده هنتكلم على الميكانيزم أوف الدس أو الأسباب اللي خلت يحصل دس بسبب الحرب هنا بتتقسم إلى على حسب الفترة الزمنية اللي حصل بعدها الوفاء بتتقسم إلى أربع أنواع أول نوع اللي هو عبارة عن إميديت دس اللي حصل في خلال الست ساعات من الحرب تاني نوع هنتكلم عنه اللي هو الرابط دس اللي بيحصل فيه من خلال من فترة من بعد ست ساعات لـ 48 ساعة ثالث نوع اللي هو بيحصل من يومين إلى سبعة أيام رابع نوع اللي هيحصل دس بعد أسبوع من الحرب أول حاجة الأسباب اللي حصل اللي خلت يحصل إميديت دس في خلال الست ساعات الأولية من الحرب أول حاجة اللي هي نيوروجينيك شوك ونيوروجينيك شوك هتحصل بسبب أن الحالة نفسها بتبقى عنده فير من البرن أو خوف فده هيعمل ريفليكس فيجا اللي هيبشر عن الهارد هيؤدي إلى نيوروجينيك شوك ثاني حاجة أو السبب مثلا اللي بيحصل الحار الناس بيطلع تجري أو كده فبيحصل أو ان هو بيحصل اللي هو في السكال ده اللي بيانتج ان الماء جوه في البرين بيحصل فيها وسخنية بسبب الحار فده ممكن يعمل تالت حاجة اللي هي ممكن يكون سبب الأسباب اللي يحصل فيها اللي هي الأسفكسيا وهنا فيه نوعين من أسفكسيا ممكن يحصلوا لإما صفوكيشا بسبب النوع حصل الكمية كبيرة من الكربون منوكسايد والكربون دايوكسايد اللي بتنتج عن طي الحر فقدت الابلمونة الإديمة لإما أسفكسيا حصلت زي تروماتيك أسفكسيا تاني نوع هنتكلم عنه اللي هو الربد ديس اللي بيحصل من 6 في خلال من 6 لـ 48 ساعة يعني من 6 من 6 ساعات بعد الحر اللي يومين من بعد الحر هنا الأسباب زي مثل الهيم كشوك أو الهيم كونسنتريشن وهنا أن التركيز الهيم زاد بسبب أنه حصل لص في البلازمة ولص في الفلويد بتاع البلود سواء كانت بقى عشان تكوين مثلا الفيزيكلز بسبب انكريز الكابيلر برميابيليتي أنه حصل ترانسدكشن للفلويد من البرنت إيريا للإنترستيشيال فحصل إنترستيشيال إديمة حصلت الإفابوريشن في البرنت إيريا ده كله هيخلي إن الهيم تركيزه هايزين ويحصل أوليجيمك شوك تاني حاجة اللي هي التوكسيمك شوك بمعنى إن هنا حصل أبزوربشن في البرنت وبتبقى طبعا كلها زي هستاميل لايك بودز فهذه تعمل برليها برليتك إفاكت على الفازو موتر سنتر هيعمل بريفرال الفازو تالت حاجة الإديمة في الجلوتس خصوصا لو حصل برن في النك رابح حاجة البلمونري فات إمبوليزم وده لو كان هنا الحرق حصل في فاتي تشو تالت نوع من أنواع الوفاء اللي بتحصل بسبب الحرق اللي هو الحرق بيحصل في فترة مبين من بعد يومين لأقل من أسبوع اللي هي سبعة أيام هنا الأسباب اللي هتقدي للدس سوبرارينا الفيلير أو سوبرارينا الهيموريش وده كومن لما بيحصل بيحصل في اليوم الخامس بيحصل بسبب 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 تالي تاني حاجة ودي بتعتبر وهي خصوصا بيحصل في الأطفال تالت حاجة رابح حاجة اللي هي ودي ممكن تبقى دينجرس سوية لو حصل تعمل سيبتيسيميا ممكن تؤدي إلى خامس حاجة اللي ممكن يحصل بسبب التيتنوس رابعا ده أسباب من أسباب الوفاة اللي بتحصل لو حصل الوفاة بعد من الحرب هنا الأسباب اللي بتقدي الوفاة في الفترة دي إنه يحصل رابح شر للأكيوت دين الأرثر اللي هي الكرلينج أرثر دي هبارة عن أرثر بتيجي في الديونرام بخصوصا العيام بيبقى في جامد فلو حصلت لها رابح شر بيحصل في اليوم الـ 12 وهنا الألثر بتحصل أو بيحصل الرابرح شر لها بسبب الهاي فيوليميا اللي بيبقى العيام فيها فدي بتعمل في الميوكس من برين وبتقدي لأبزورب البرن توكسن فبيعمل الألثر وبيحصل لها رابح شر تاني حاجة لو حصل ديجنريشن في البرن كيميتاس أرجان زي الليفر أو الهارت أو كده بسبب البرن توكسن اللي امتصت فقدت إلى حصل ديجنريشن ونكروز السيل بعد كده هنتكلم على البرن فيتاليتي أو البرن حصل أنتي مورتم أو بوست مورتم حصل أثناء ما البنئية دي مكان عايش ولا حصل حرق في الجثة بعد الوفاء فيه علامات ماركس هنتكلم عليها أول حاجة اللي هي الهايبريميا الهايبريميا دي عبارة عن في الهايبريميا محاوط بالمنطقة بتاع الحرق محاوط المنطقة بتاع الحرق فلو هو حصل دي عبارة تعتبر طبعا إن إنسان اللي سعيش فلو هي أنتي مورتم أو في خلال حياة هتبقى هيبقى موجود اللاين بتاع الهايبريميا لو بوست مورتم طبعا مش هيبقى موجود علشان ما فيش أي ميكانزمات أو كده أو ما فيش vital signs فبالتالي الهايبريميا مش تبقى موجودة تاني حاجة اللي هي الهيم كونسنتريشن الهيم كونسنتريشن إنه هو زي تركيز الدم زي ما قلنا فبسبب إنه حصل بلازما لوس وحصل في لووة لوس فهنا الهيم كونسنتريشن هنلاقيه طبعا زي تفهنا لو حصلت الحرق فيه الانتي مورتم أما لو هو في البوست مورتم مش هيحصل فبالتالي هنلاقي إنه هنلهيم كونسنتريشن مش موجود تالت حاجة اللي هي سواء بقى كانت سواء كان لو الحرق كان أنتي مورتم هنلاقي إن الـ بحصل خلال ما الواحد عايش هتبقى موجود أما لو بوست مورتم لا هيحصل ولا هيحصل ولا هيحصل فمش هيبقى موجود الـ رابع حاجة اللي هي الكاربوكسي مجلوبين زي ما قلنا الـ الموجودة في التشو لما بتحصل فيها حرق بتنتج كاربون مونوكسايد فلو كان في المنطقة البلود لو امتصد كاربون مونوكسايد بطريقة بدرجة كبيرة زي ما بيحصل طول ما الإنسان عايش بيؤدي إلى تكوين كاربوكسي موجلوبين أما لو حصل الحرق كان بوستي مورتيوم الكيمية الكاربون مونوكسايد اللي الكوينة تتبقى قليلا نتيجة الحرق بتاع الجسم فعمرها ما تؤدي لتكوين كاربوكسي موجلوبين بعد كده السوت في الـ أو زي ما قلنا اللي هو الـ اللي بيونتج عن طريق الحرق اللي هو الهباب ده حصل لو هو موجود في الـ لو احنا لقيناه في الـ معنى كده ان الحرق حصل خلال دورينج اللايف انه حصل انهاليشن للسوت وموجود في الـ ممكن يكون انه ممكن يكون سبب اللايف هنا هنا طبعا الـ اما لو جينا اللايف بيبقى السبب بتاع ديس أزار كوستين البرن ان هنا طبعاً الحرق ما قدش للوفاء انه اصلاً الحرق حصل بعد الوفاء بعد كده هنتكلم على أو الأسباب شكل الحرق بعد الوفاء او نشوفه في الكاتفور بيبقى شكله عامل ازاي اول حاجة اللي هو الكريمسن ريد هايبوستيزيس اول اللي هو ان هيحصل هايبوستيزيس للبلود باللون الكرموزي عشان هنا حصل ساتوريشن للبلود بالكاربوكسي هموغلوبين الساتوريشن ممكن يحصل لدرجة من 40 ل60 تاني حاجة انه بيحصل جونرالايزد انترنال كونجيشن في الانترنال أورجانز وممكن يحصل هيموريج تالت حاجة اللي هو البوكوليستيك اتتتتود او الديفنس اتتتود او بوكسيك اتتتود هنا ان الكاتفور بيحاول انه يعمل دفنس عن نفسه فبيبقى في البوكوليستيك اتتتود رابع حاجة اللي هو السود في الايروي زي ما قلنا ان السود ده عبارة عن باك بارتيكالز بيندج عن الحرق فبيحصل لما حصل لو حصل انهاليشن انه يبقى موجود في الايروي وده عبارة انه تنفس الهباب قبل ما يموت خامس حاجة اللي هو الهيم كونسنتراشن زي ما قلنا البلازمة تركيزها زائد نتيجة البلازمة لوس والفلاويد لوس فهنا حصل تيم كونسنتراشن او في البلاد وده ممكن يقدي انه يحصل شيري ريت كالر على الاسكن انه ممكن في السفير برنينج في الهيد ممكن تؤدي الافبوريشن في الووتر فروم البرين هيعمل انكريز في الانتركرينيال تنشن وبالتالي هيعمل رابشر في السكال سابع حاجة اللي هي سابكوتينيا سبكوتينيا سبكيلر هيموريج او يحصل سابكوتينيا سبكيلر هيموريج هنا اللون الكرموزي بتاع الهايبستيز اهو او البجليستيكاتيديود انه كان في وضع دفنسانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة